فقامت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة بجولة تفقدية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لمتابعة آلية تطبيق الشركة للاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لمنع تفشي وباء كورونا لجنة متابعة الاشتراطات الصحية من بداية أزمة كوفيد عملت على الإشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام والجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطر وآثار جولة تفقدية قام بها كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للتدقيق والمتابعة على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة في هذه الشركة العملاقة في لجنة الاشتراطات الصحية لتتباع المجلس الوزر الموقر قمنا في جولة تفتيشية مشتركة مع الإخوان في الهيئة والبلدية طبعا نرى الاشتراطات أن المصانع يكون من التزمين والمحلات التجارية تكون من التزمين الاشتراطات الصحية أهم شي عندنا يكون الاشتراطات صحية متواجبة التباعد الاجتماعي اللبس الكمامات خصوصاً تدري هذه مصانع ومحلات تجارية المهمة في سلامة المستهلك وسلامة الموظفين يكون التزمون في الاشتراطات الصحية الهدف من جولتنا اليوم في مطاحن الدقيق هو التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية بشكل كامل على الموظفين ومرتادين هذه الأماكن لله الحمد يمكن نفتخر اليوم أن هناك شركة مهتمة بتطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية حضورنا اليوم إلى هذا المكان أثبت أن الشركة وضعت بعض الاشتراطات الإضافية وذلك تأكيداً على الحفاظ على موظفيها وعلى مرتادين هذه الأماكن المختلفة لاحظنا أيضاً وجود رقابة كاملة على جميع المباني غرفة تحكم كاملة يتم مراقبتهم على جميع المباني التابع للشركة وهذا يدل على اهتمام الشركة في أن يصل الأمن الغذائي إلى المواطن بشكل سليم والمحافظة على العمالة بشكل أكبر تهدف هذه الجولة لمتابعة المصانع الغذائية وأيضاً العاملين فيها وتطبيقهم لجميع الاشتراطات الصحية المطلوبة سواء في لبس الكمامات أو التعقيم أو التباعد بين العاملين لعدم انتشار عدوى كوفيد-19 في الحفاظ على تطبيق جميع قرارات مجلس الوزراء في تطبيق الاشتراطات الاحترازية فيما يخص العمال اللي بدوره يساعد في استمرار العملية الانتاجية وتوفير الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للبلاد وهذا جزء من عملنا اللي هو العمل على تطبيق الاشتراطات في التباعد في لبس مهمات الوقاية والحفاظ على الخطوط وخطوط الانتاج أن تستمر في العمل دون توقف ودون تأثير أو ضرر لأي عامل الانتاج الغذائي وأيضاً كافة الخدمات اللوجستية والخدمية كلها تحت الاشتراطات الصحية المطلوبة يتم تطبيقها على أكمل وجه في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يوسف صفر تلفزيون دولة